رغم ذلك لكن الأمانة يعلق محافظ السويداء الجديد على مظاهرات المدينة الأخيرة فيؤكد أنهم يتواصلون مع المحتجين لكنه اشترط أن تكون المطالب منطقية ربما أراد حصرها بطلب رغيف الخبز فقط وليس كما صدح به أهالي السويداء هتافات الجبل تداعى معها أهالي السهل حوران فتظاهروا في مدينة طفص محيين السويداء ومطالبين بخروج الميليشيات المختلفة وفي اتساع لرقعة الغضب الشعبي المعيشي اندلعت مظاهرات طالبت بإسقاط النظام في بلدة الزاكية غرب دمشق فيما لجأت ميليشيا أسد للرصاص الحي لوأد مظاهرة أمام أحد الأفران في ضحية دمر وسط غليان شعبي في مختلف المناطق مع الانهيار المتسارع للعملة المحلية التي تقترب من عتبة 3000 ليرة أمام دولار انهيار دفع السوريين للتكدس أمام ما تبقى من الصيدليات والمتاجر رغم الحر الشديد وتحذيرات عدوى كورونا فلهيب الأسعار ومخاطر الموت جوعا ومرضا بات عنوان المرحلة الرهنة التي يقترب فيها عداد الوقت من تطبيق قانون قيصر بسبب جرائم ميليشيا أسد المثبتة بحق السوريين وهو ما أكدته السفارة واشنطن في دمشق والتي أفادت أن حرب النظام هي التي دمرت الاقتصاد السوري وليس العقوبات الأمريكية أو الأوروبية كما يزعم نظام أسد باستمرار بل إن النظام ذاته فرض قيودا على الحوالات الوردة من الخارج وأوقف تمويل غالبية المواد المستوردة خاصة الطبية منها ما أدى لوقف السيولة وتدهور القدرة الشرائية والمعاشر من التقاعد ما بكفي سلمي وفي وقت قيل فيه إن ميليشيا أسد نشرت عناصرها في عدة مناطق تحسب الاندلاع مطاهرات جديدة زعم رئيس حكومة أسد عماد خميس أنه سيفتح ملفات فساد كبيرة إلى جانب خطوات علاجية منها جلب قروض من دول لم يسميها متى وكيف ومن هم الفاسدون والمقرضون لم يحدد الرجل لكنها على أي حال مسكينات سمعها السوريون كثيرا وما عاد يستخدمها حتى شبيحة النظام نفسه الذين كانوا يباركون جرائمه ويطالبون برفع العقوبات الغربية فهذا أحد أبواق أسد الإعلامية يطالب بشفافية أكثر مع المواطنين خاتما منشوره أليس منكم رجل الرشيد ومع جرعة الانتقاد لدى هؤلاء إلا أنها تبقى محدودة عند سقف الوزراء دون تطرق لمن قام بتعيينهم على مبدأ بشار كويس بس لحواليه سيئين لا تنفجر فجأة وسيد آخر تبدو المفارقة أكبر عند بشار اسماعيل الذي كان يقادس بشار الآسد ويصفه بالإمام علي حققوا هذا النصر الذي تراه لكن ما الذي حصل بعد ذلك النصر المزعوم والمقصود به طبعا قتل وتهجير الأكثرية السورية يجيب اسماعيل ذاته فيستنطق ساخرا البغل في أمور الرأي العام والواقع المعيشي وبعد الحديث المطول مع البغل يوجه اسماعيل رسالة مبطلة لما يسميهم بالبغال المسؤولين عن تدهور المعيشي اللافت هنا أن اسماعيل استطاع التكلم مع الحيوان لكنه كما غيره لم يحدد من قتل وهجر ملايين السوريين وجلب الميليشيات المختلفة ورهن ثروات البلاد لروسيا وإيران